سلام الله عليكم أحبتي أينما كنتم مشروع جديد وحصري على الأسواق راه جديد في قناتنا اغتنموا الفرصة وأبدأوا به تحتاجوا فيه قماش الباش أو قماش المنديل أو قماش اللي يصلح للمطابخ والمآذر تاع المطبخ بموديل جديد وحصري 50 سنتين فقط أديلك زوج موديلات 1 متر أربع موديلات القماش اللي عرضوا متر ونص قماش هذا اللي اخترناه احنا عندرناه قماش الباش تاع البلاستيك ما هو قماش الخيط وسابقنا ندرنا لكم به عدة مشاريع في نهاية الفيديو ونقول لكم التكاليف والمشاريع اللي درناها به به بهذا القماش كبداية سيدتي وإذا كنت متخوفة من المشروع ولا المودال تقدري تبدأي بـ 50 سنتين فقط أديلك زوج موديلات تقصي 50 سنتين وعلى العرض نتعود يريح الطول يولي الطول تعل المئذر هذا يولي 75 سنتين تطويه على اثنان القماش على اثنان تطويه على اثنان هكذاك باش نتحصلوا على زوج مآذر في قصة واحدة ندروا 10 سنتين من الأعلى من طية القماش ومن ذيك العشرة سنتين سيدتي تهبطي بـ 30 سنتين على حافة القماش بخط مائل كاميرا موضح في الصورة هذا المودال سيدتي راح حصري وما زال ما نزلش في الأسواق ونعتبروه كهدية لمشتركين قناة طريق النجاح التطبيق انتعود تقدري تخيطيه بآلة الخياطة العادية فقط ما هوش شرط عندك آلة السرفلة القطعتين هذوك اللي نحيناهم من جهة المثلة هذوك ما ترميهمش واحد نديروا به الجيب وواحد نديروا به شريطين نحستعملوهم في هذا المودال مودال خفيف أضريف والتطبيق انتاع وسهل جدا أسهل ما يمكن أسهل من المآذر في تطبيقه كلها وبأنواعهم هذا المودال أسهل منهم طول تكاليفه بسيطة وجميل في تطبيقه وجميل في اللبس انتاع وفيه يعني ميزة اللي ميزاته على المعازر الأخرى ركزي معي يا سيدتي هذك المثلة اللي نحيناه ولا القطعة اللي نحيناها نحو منها شريط في طول 30 سنتيم هذك اللي قصيناه والعرض انتاعه يعود على ببري 3 سنتيم أو 4 سنتيم سيدتي ونحتاجوك بطبعي الحال البي البي هذا تحتاج فيه هذا المودال 3 متر و 20 سنتيم يعني إذا درتي كمشروع اشري رولو راه يدير 30.050 متر سيدتي يخدم لك خيرات ربي وإذا حبيتي تبدأها كبداية اشري بالماتر هنا رانا قصيناه 3 مترات وخيطنا البي وحده البي سيدتي هذا الشريط اللي يجي مطوي تخيطيه في بعضه يعني تتنيه على اثنان وتخيطيه 3 متر كاملة هنا تقدري تديري زوج مترات ونص إذا عندك يعني من بقايا من بقايا هذ البي في منزل تاعك عندك وحابة تسيي هذ المشروع تقدري تديريه يعني زوج مترات ونص هي من الأحسن 3 مترات كي يكمل المودال في نهاية الفيديو رايحة تفهميني على درناء 3 مترات كاملة تخيطيه سيدتي الخياطة انتاعه سهلة جدا تخيطيه 3 مترات كاملة وهنا في الفيديو نشرحولك إذا واحدة متتبعة ومشتركة في القناة ما عرفتش الخياطة اللي بي جاتها صعيبة هنا ان شاء الله نشرحولك كيفاش تتخدميه بالطريقة الأخرى هنا نرى ندخلنا في الحاشية هذيك اللي قصيناها من الأعلى مجيت الصدر من الأعلى اللي في 20 سنتيم هنا طريقة يعني اللي يجيك أسهل في أول بداية يعني تعلبيه في خدمته ما تقبل نقش تخيطيه من قفى القماش راه تفتحي هذا كلبيه تخيطيه من قفى القماش واحد سنتيم وتقل بيه على الوجه هنا يجيك خدمته يعني ما تقونه جداً هنا ما تخافيش تتخيطي البيه من جهة واحدة والجهة الأخرى تلقيه يعني ما هوش حاكم في القماش سيدتي هنا تقدري في بلاست هذا الشريط اللي قصيناه تقدري تديري البيه بالصح من الأحسن سيدتي تديري هذا الشريط هذا الشريط اللي قصيناه فيه 3 سنتيم أو 4 سنتيم لكن الاختيار تخيطيه على وجه القماش الوجه على الوجه هذا الشريط للوجه على الوجه سيدتي وتقلبه هنا سيدتي قبل من قلبه عندنا آلة السرفلة درنا له السرفلة سير داير هذا المئزر وإذا ما عندكش آلة السرفلة تقدري تكفيه عادي ديري له طياء عادي ولا عندك اختيار ثالث سيدتي تقدري تديري البيه سير داير هذاك البيه تخيطيه في الحاشية السفلية على المئزر تخيطيه سير داير أما إذا حبيتي تنقطي عليك التكاليف تقدري ما تديريه شو تستغني عليه يعني سيدتي لكي الاختيار هنا را ندرنا لو احنا آلة السرفلة سير داير هكذاك باش القماش ميسنسرش هذا القماش الباشت تعال البلاستيك تعال نيلو وكفيناه نجينا في هذك الجيه هذك اللي خيطنا فيها هذك القيمة تعال ركزي معايا سيدتي هنا باش تفهمي هذك القيمة تعال 3 سنتيم الدخلي اللي بيه ذك اللي خيطناه في بعضه وتخيطي بعيدة على البي يعني شق الكفة كي من خيطوها في السراويل تعال استيك هنا الدخليه وتخيطي وتديري تتبيت في البداية والنهاية وما تنسى سيدتي كملاحظة هذك الحاشية اللي زدناها التاع 3 سنتيم تطويها من الأعلى للداخل كما نوضحت لك وركزي مليح وعاودي الفيديو مرات ومرات حتى انت تفهمي مليح وتطبقيه بدون أخطاء سيدتي طويناها 1 سنتيم للداخل وخيطناه اننا ندرنا له احنا اهلة السرفلة هذك السورجي واذا ما عندكش اهلة السرفلة تقدري الدخلي 1 سنتيم للداخل وتخيطي أعليه وهنا سيدتي بكل بساطة وبكل سهولة اراكي كملتي الخدمة هذه التاع المئذر بقى لك غير الجيب الجيب اللي نحيناها ايضا من البقايا القماش اللي نحيناها من الجهتين كإضافة جمالية درنا لها اللي بي في الحاشية العلوية يعني الجهة العلوية تاع الجيب درنا له البي تقدري تستغني عليه او تقدري اذا عندك بقى القماش من قماش السامبل تقدري تدريه كإضافة كما المشروع اللي درناه في المئذر هذا هذا كل حتى هو راح حصري موديل حصري اما هذا راح حصري اكثر منه هذا الموديل راح جديد اكثر منه هنا باش يجيك الجيب يعني في بلاستو مريكل وتتفادى يعويجاج الجيب تطوي المئذر متاعك على اثنان وتدري له خط بالطبشور يكون خط خفيف يعني ما تروحيش تدري خط وتعاودي وتدري خط وتعاودي وتخيطيه تحصلي في الغسيل يعني باش ما يفسد لكش الموديل تاعك سيدتي وخاصة إذا ركيت تعاملي مع المحلات بعد ما تبتنا بالدبابيز اللي جايب في الوسط في خط المنتصف امليح تطويه واحد سنتيم للداخل ركيت تمشي وتطوي وتخيطي تمشي بقلة الخياطة تطوي وتخيطي موديل باهي وجميل وجديد وراكم عارفين السيدات ربات البيوت والنساء والبنات جيهم موديل جديد يطيحوا عليه عائرين شوفي سيدتي هذا الموديل ينحلهم مشكلة تعرقباء اللي جيه طويلة واللي جيها قصيرة هنا راه يعني استوندار مئذر نسموه مئذر استوندار طلعي تهبطي بكل سهولة موديل باهي وجميل ادالنا نصف متر قماش ادالنا الزوج مئذر مطبخ يعني تكلفة القماش ادالنا خمسالاف خمسين سنتيم دارتنا زوج راه يدير عشرين افل المترا خمسالاف ادالنا ثلث مترات ونص ثلث مترات وعشرين سنتيم عفوان تعلبيه يعني سومت ثلث الاف وخمسمائة عقباك يعني ثلث الاف وخمسمائة والخمسالاف اقل من عشر الاف يعني كيت بيعيه عشرين الف ولا خمسة وعشرين الف شوفي وشركي رابحة وخاصة الموديل راه جديد هذا القماش الجميل الرائع خدمنا به القفات هذه الصغيرة هذه كمشاونا ما شاء الله وخدمنا به لريدو الردوات هذه الموديلات رانا حطيناهم كل في قناتنا إن شاء الله تدخلوا في القناة وتبدأ وتديروا هذا الموديل الحصري وتسوقوه في المحلات إذا بعتوه خمسة عشر ناف بل جميلة رقم رابحين شوفيش حالة خدمي في النهار إن شاء الله نكونوا فدناكم ما تنسوناش بالدعاء وبتفعيل الجرس وباللايكات دمتم في رعاية الله وحظاه شكرا لكم